موسيقى يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه ابداً طب هو نوع لها يا سرومي مش عارف انا قلت اجيلكوا بقى نشوف هنعمل ايه يعني انت بتفكر في ايه يعني انا مش فهم عايزنا نسرق العقد والله لو ملعناش حل غير كده اه نسرقه طبعاً هتسيبوني مش ممكن يا ابني تبقى ثالث مرغ يسرق فيها سطوحي انت مكنون بتشكر بتشكر يا خيالي سيه وقد الواجب بتاعت معايا صاحبك في مشكلة ترد عليه تقول له كده وصراحة اللي ويا عنده حاج العاطف دي اللي هتجيبنا ورا وبعدين احنا عايزين نلم نفسينا شوي الجرائد ملهاش تيره غيرنا الجرائد ايه بقول لكم في مشكلة يا جدعان اوه ده الرد بتاعكم بقول لكم وافوا معايا وافوا جمبي انت عارف المشكلة فين يا ماجد المشكلة كلها في التوقيت يعني اليومين دول بالذات صعبة قوي صعب توقيت ايه انت لو اي حد فيكو جاي قال لي عندي مشكلة حاق في جنبه ومش هتسيبه مالكم في اعجد علي يا فلوس غير اتقول لي ايه سلام يا يا جماعة احنا احنا شكلنا كنوحش كوني مش عايزي بقول لهم عسكر معا هنعمل له ايه يعني المشكلة في العقد اللي بيقول عليه ده يعني اسطحي اكيد مش هاهله في اي حتة كده مستلام يعني اكيد في حتة غريبة كده يمكن موصول طاق استانوا استانوا أنا ممكن يبعني الحل إلحظ صاحبية دبطارين معفور إيه ده إيه ده إيه وفي إيه إيه اللي بيحصل ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي رسالة اسطوحي وهي هي نفس الرصاصة اللي انا لديتها في البيت يعني العيال هم هم بتشك في حد اسطوحي اه يا باشا ما شك بس شك بس يا باشا ما عنديش اي اثبات بس بس متعيال يا باشا هم دول العيال طب هيدا كده بركز واحكيلي بتشك في مين وليه يا جدعان مفصوطين اعتقد ان اي حد خيانه المريض هبت شوية دلوقت فلوسكو عندكو بالحق والمستحق بقولك يا نجم احنا معانا فلوس تكفينا سنة قدام مش كفاة سنة انا عايز فلوس تكفيني يجا عشر سنين قدام مش وقتك خالص يا عم الامور انت دلوقتي اتقل شوية كده عايزين نركز في فرح طلعة تلقاو نابي يا جدعان والنابي كل واحد يقرد على اقلشيناتو مش ناقصة اي مشاكل اليومين دول ده فرح اخوكو يس مالك بقى مش خلاص المصلحة قضيت ومعك العقد ايه اللي مزع عليك ماشي ما انا اخدت الجرشناتو يلا انا اطير عايزين مني حالة فيها يا ابني ما تقعد يا راجد شوية لا معلش سيبوه يمشي يلا اطير يا مو يلا سلام يا دو سلام سلام يا شباب سلام طيب وانا كمان لازم اطير اصلا عندي خلوجة عائلية الله يباركنا يا عم سبع فول يا ابا يلعب قوي طيب انا عندك اجميل سلام سلام يا غالي هو مالو ماجد مالو مش متزبط ليه مش المصلحة قضيت ايه اللي مزعله تاني تقريبا كده عنده احساس بالزنب بعد ما اهله اختفه فجأة ربنا يكون فعونه بردو ومين ما عندوش مشاكل مع اهله بس السيد مساعد وزير الداخلية لسه مكلمه دلوقتي بخصوص تشكيل العصابة بتاع الرصاصة التسعة مني يا طرح حضراتكم وصلتوا لايه في تحرياتكم يا فندم العصابة دي منظمة على مستوى عالي جدا بالزكاة حتى الرصاصة اللي بيسلوها بيتركوا بيها رسالة مؤهد الحكاة مش نقصة والبلد على كف عفريق دي انا شايف يا فندم ان احنا درنا في الفترة اللي جاية اننا نكتشف الزهرات اللي العصابة بتسيبها وراها وبالطريقة دي نقدر نمسك خيط يوصلنا ليه يمتك بقى يا بطر قريبة يا فندم انهم سرقوا نفس الشخص ده مرتين واربعض وكان متحدي للسلطة بالعكس يا فندم انا شايف ان دي غلطة كبيرة جدا من التشكيل القصابي وان هو ده الخيط اللي حوصلنا ليه اصدق يا شريف اصدق يا فندم ان انا شايف ان القصابة ما كانتش بالزكاء الكافي في السرقة التانية لاننا كده عرفنا ان صاحب الكباري اللي تسرق كمستهدف من ناس نقدر نقول ان في بينه وبينهم هلاقة مشبوهة او على الاقل يعرفهم وبالتالي فدي مش مجرد سرقة من ناس مجهولين لأ دي سرقة من ناس منظمين عارفين هما بيعملوا ايه وإلا كانوا سرقوا اي حد تاني غيره فعلا دي نقطة مهمة جدا إذا دورنا عمل تحريات كاملة عن سطوحي وعن كل سبقين الكباري في الفترة دي ده مطلوب فعلا بس انا شايف يا فندم ان الفترة اللي جاية لازم نكسف تحرياتنا عن ناس اللي كانوا موجودين قبل كده واختفوا فجأة هو ده اللي حيوصلنا لخيط سألك شريف شريف انا بكلفك بالمهمة دي انت ده هتتابع القضية دي وده تكليف رسمي لك يا فندم ده شرف كبير جدا ليا شكورك يا فندم واتمنى ان شاء الله ان اكون عند حسن ظن ساعتك انا واصل فيك يا شريف لانك بتفكرني بشبابي كنت بتحمس جدا زيك كده لكن للأسف الحكاية بعد كده قلب التشريفات بتفضل يا ناجي يا ناجي ما ينفعش اللي انت بتقوله ده مش ما اقول كل ده افضل قادمة مختفية عن الناس بقولك ايه انا مش عايزة كلام كتير بكرة بالليل يكون اللحن الجديد عندي واتكلم هيسم يجي معاك طيب بقولك ايه هكلمك بعدين بكرة على معهدنا بو انسوار يا باشا طب ممكن حداك بس تهده شوية طب مانا حكيتلك كل حاجة عنه حاضر حاضر نحن صحة مانسي مانسي كنت فين كل ده؟ وما كلا انتهيش ليه؟ مالكة حبيبتي بس لو تعصبها ليه؟ ايه يعني كنت يعدي أنا على الدرجات دي؟ طبعاً كنت عسدتي بخلصك من المصيبة اللي كنت مقعة فيها نفسك سيكي يخربت عقلك دلعقت جبته ازاي؟ بكش فيه بقى تي كان عندك مصيبة وخلصتك منها غير كده ما تسأليش عرفت وانا بحبك ليه؟ ما كنتش عرف ان العادة هيغير اخلاقك للدرجات دي وحشتيني يا سلام عليك يا سوسو تعرف يا بيت الكلام معاكي هي نسيني الوقت انا من ساعتين واحد ما عد عليها سألني الساعة كام قلت له الساعة خامسة وعدي عليها دلوقتي سألني كام قلت له برضو خامسة بقولك ايه؟ لفيلي دلوقتي اشوف الوقت طلعت عايزي اوارجع اكلمك صباح فولة كبير صباح فولة طلعت فيش احسن من كده اوه ادي حبيب 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 حير عايزي ايه؟ انا عايز تسكرتين تسكرتين ايه؟ تسكرتين متى اراح بيقم سانتة ترية لا ندع بقولك تسكرتين انا عايزة تسكرتين بودرة؟ لا تسكرتين متى مي جدع تسكرتين اوه ومالو الحشيش يا بو ما انت خلاص ربيت زبوب وامورك سلكة فيه لازمتها ايه البودرة بقى؟ يا جدع الحاجة دي مش لزبوب دول واحد صاحبي ومين صاحبك ده؟ يعني هي هتفرق معاك اول من صاحبي اه تفرق طبع يا ابني كل خطوة محسوبة عليك دلوقتي شغل لهبالول بناء زمان ده انا عايزة تنسى لهوا واحد صاحب اسمولاي ارتحت؟ لها مرتحتش طبعا ومش هقدر أبديك رأي لازم نقولك كبير الاول واللي قولنا عليه هنعمله يا عم متعرضهاش كده اول ليه عشان ما ما هتروح لحالة لازم نقولي البشع يعني؟ 如 ابني بينا من غيرنا وعارف كن الأحاجة وانت فاكر ان اعنا متىسابين مباردة كده برعتنة ده ليه عيون في كل مكان ماشي نروح للباش بس بقولك هي تذكره بكام لما تروحها تعرف انت طرفين يا مستر سطوحي خير في حاجة؟ خير يا حبيبتي لحتى موسوط منك سوسو ما بيجيش ليه؟ هي تعبانة شوي آه تعبانة واجب بقى نزورها ونشقر عليها وناخد كسين فاكهة ونشوفها ماذا؟ بالله ما عرف يا مستر هي اللي تعيبها بس لما عرف هقولك البيت دي مش نوية تيجي تاني ولا ايه؟ مرضو ما عرفش لما تعرف يا رحي أمك حد حاشك؟ يشي ميشي ميشي هعرف وهقولها هقولك وتحاولك جرجريها وتقولها مستر سطوحي عايزك في مصلحة فيها ارشين كويسين عشان تردى تيجي معاك يعني ما افتكرش انها تردى تيجي معايا سوسو مش هتيجي هنا تاني الله دي الحكاية فيها انا بقى وانتي عارفة يا زوزو البيت شفت لها شوفها تانية في مكان ولا ايه؟ يعني حاجة زي كده زوزو هتقولي اللي تعرفتي بالزوء ولا ما دي عنطر يفسحك وانتي عارفة بس حت عنطر سوسو هتتجوز قريب بس انا بقولك على وين بس مش حفتن على صاحبتي عنطر حفتن على صاحبتي بص زي ما بقولك كده فهم البيت اللي عندك اللي عاملة فيها نجمة دي ان مساحت دورها مش هتجبر إلا بمزاجي وانا مزاجي بيقول ان حلو عليها قوي كده يا عم زي ما بقولك افهم مفيش لكن لا خلاص يا باي 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 عالم بتستهبل كل واحدة عاملة فيها نجمة وجاة تتشرط علي طبعا انا بقى لسه في اول السطر بدر علي قوي لما اوصل لمرحلة زي دي لا انتي ما تقارنيش نفسك بحد خالص يا سو سو؟ مش احلى من سوهم انتي حاجة تانية خالص انتي اتركتف وبعدين عندك قابلتي وبعدين في جيميزة حلوة قوي ان وشك ملامح واضحة انا حاس ان انا ممكن اعمل منك حاجة مرسي قوي يا استاذ ده سيناريو الفيلم الجديد واكدلك ان انتي هتاخدي فيه دور كويس قوي بس على شرط لازم تركزي كويس اه طبعا فهم قصد حضرتك يعني اذاكر الورق ده كويس قوي لا مش بس كده ده انتي لازم تذكريني انا شخصيا كويس مش انا اللي اعمل الفيلم اه طبعا اكيد وانا ان شاء الله متفقلك انا حاس ان انتي هتعدي وهتبقي نجمة نصر الجديدة او مدينة نصر بس انا بقى حضرتك من الاسماعيلية اش مشكلة اه انا هغيرلك محل اقامتك ياه للدرجة دي طبعا بس عشان توصلي لكده لازم تلتزم بتعليماتي اه طبعا يا فندم اكيد لا بقولك ايه بلاش بقى موضوع فندم واستاذ وحضرتك والحاجات الرسمية دي انا عايزك كده تيبي بسيطة معايا احنا هنبتدي لسه يبقى فيه بيننا عمل وشغل وتصوير وسانما وكده طيب انا مضطر امشي دلوقتي عشان اروح اذاكر الورق ده في البيت لا تمشي ايه انا عايزك تجريه هنا قدامي عشان نتناقش في التفاصيل يعني يا عصد حضرتك انا نعود اقرى الورق هنا؟ طبعا هنا المكان هادي وحلو مفيش حد هيزعيب هنا ولا هيضايقنا وبعدين يعني هنبقى مع بعضك كده؟ لا بس انا لازم امشي من المفعش والله يا استاذ خالز انت بتقوله ده؟ فيه يا سوق مدفوقي كده وركزي معايا قصدك ايه يعني؟ قصد انك تفتحي دماغك بقى فيه ايه؟ دي فرصة وجتلك لحد عندك وبعدين مليون واحدة تتمناها لازم تفهم ان فيه حكمة المشوار النغمية بتقول ان المشوار الالف ميل بيبدأ بقعدك لا بقى يبقى حضرتك فيه انتني غلط انا يوم ما جيتلك المكتب كان قصد ان انا مسل مش قصد اي حاجة تانية ومين قال ان انت مش هتمثلي؟ طب يرعك بقى ان انا كنت ازودك عشرين مجهد وده عشان خطر عيونك وبس ويا تارى بقى ده مقابل ايه؟ من هير مقابل؟ او اعتبريها اي حاجة؟ مقابل انك تتعاوني معايا يا اختي؟ هي يعني ايه؟ يعني حضرتك ايبعد ايدك عني؟ الله ما تركزي بقى وفوقي شواري ما قالك ايبعد عني فيه ايه؟ الا اقولي يا ابو اهاد الا قعدة في اسوان احلى ولا في مصر؟ صلاح يا صلاح انت مش معايا ولا ايه؟ بتقولي حاجة فوزية؟ بقول حاجة ده انت مش معايا خالص ايه اللي في الجرنال شدك اوي كده؟ الستة ميلي هي ايه الستة ميلي دي يا اخوي؟ كل جريم السرقة بتعملها ما بتسبش وراها غير رصاصة ستة ميلي والجرائج كلها كتب عن الموضوع دوت والبوليس لسه ممسكهاش؟ لا لسه بس على فكرة تدوش مش شاكل لان الناس كلها موارسة غير الموضوع دوت سلام عليكم يا احلى اب وام في الدنيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ليكم خبر هيفرحكم مليون جنيه ربنا يفرح قلبك خير ان شاء الله قررنا اقل ثلع وهتنقل نيابة الجيزة بعد ما قدمت التقارير الطبية الخاصة ببابا وطبعا عارفين لا انا وحيد هروح بيتنا يا ابو صلاح الف مبروكة حبيبي ربنا يعلي ما ردك كمان وكمان يا ابني نيابة الجيزة؟ لا انت على كده ما هتروح للعصابة قصدك يا صابت الستة ملي؟ تسمعت انا يا بيبو؟ الجرائد كلها ملأس لغيرهم بس هم ما يروحوا فيهن؟ مسيرهم يتمسكوا بإذن الله؟ ربنا يحميك يا ابني الاحسن الدنيا اللي من دولا مليانة بلاوي احنا بقى مهمتنا ان احنا نخلص الناس من البلاوي دي ربنا يحميك ويحفظك يا ابني يا شيرو يا شيرو يا شيرو يا شيرو ايه لا يا شيرو ايه لا يا شيرو؟ واحشتيني ها قوليلي بقى عملاقيت ومنين عليك يحكي لي كل حاجة؟ والله لو كنت واحشتك كنت افتكرت اني ليك أخت وسألت عليها؟ واصبر عني وغاية شيرو معلش على فكرة مامي اني عليك قوي وكمان انكلي فوايض طب مامي ومن حقاتي لعليا لكن انكلي فوايض هي لعليا ليه؟ يا لقى يا وحش حبيبت يا مامي حبيبت يا مامي حامل ايه؟ كله تمام؟ حامل ايه؟ يعني يا وحش لو ما كنتش اتصلت بيك ما تجيش تطمن علينا؟ سوريا يا مامي ما عايش الفتر الفتدي دي انا كنت فعلا مشغول شوية اوكي اوكي احنا هنسيب الشقة هنروح كلنا بقى نعيش مع وانكل فؤاد في فلته فعلا؟ طب قويس جدا؟ يعني انا قد راجعش في الشقة دي؟ دفنت لي؟ مانا علشان كده اتصلت بيك قلت يبقى لك مكان يعني هذا الاقل ابقى عارفة انت فين بدل من انت كده ملكش عنوان نايس اوكي يا مامي طب انتوا اسيبوا شقة امتى؟ بكرة؟ يعني محتاجين كده يومين عشان نصبط امورنا وبعد كده جايس نروح للغردعة ما تيجي يا واد معانا لا 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 عافين انا وانت ايش الوقت هتروح معاونا؟ لا ماتشاش هامي انا عاوض عند طنت شوشو اتو عاوض عند طنت شوشو ليه؟ انت مش قام كل فوقات حبيبك برده؟ لا مش عشان قام كل فوقات عشان اتدراسة لا او انتي ضحيحة لا او ام انت زايا خير زايا نروح ازاي كانويه؟ انا كويس الحمد لله خبري كامع ايه؟ تسيبك انت لموضوع الدمع وخياني تكلف موضوع بيت بابا عملت فيها ايه؟ شكلك مهتم يعني؟ طيب مكنتش مهتم بابوي يعني اهتمت مين؟ بصلك مجدش المكتب عشان تتبع تطورات القضية مجدش لاني متأكد انك مش تعمل حاجة قصدك ايه؟ قعيب قعيب يا لو قاية ما يصحش كده يا ابني قصد انت فهمك كويس فوقت بيه قصد ان ابوي اغلق بلطة عمر لما وصق فيك وخلاك تدفع عنه انا مش هرد عليك اني لو هردت هرد رد قاسي هم بتأترد ليه؟ اتدفع ليه؟ لو انت خلاص اخذت كل اللي انت عايزه مش هتلع برا برا اتدفع شير يا برينتس سبيبي عامل ايه؟ بقولك ايه؟ جبتلي الجرام اللي بتلك عليه؟ اه بس انكس عشان انا عندي فرح دلوقتي معايا بطرة في ايدي مالك يا دي يعني انت اول مرة شيء من خدرات وانت رايح جايب الحشيش معاك وخلاك يا عم ده حشيش انه مدينة بيزة يعني اوسخ من الجمرة الخبيثة تبعدين احنا الاتنين خلاص يلا في ايه؟ في ايه؟ انت هتسيحلي؟ بقولك ايه؟ ده مش مش اعلى كيف اه قربته؟ لا يا عم حض الله بني وبيني يا عم ده ادمان بيود صاحبه في فقر ويهم تخش السجن يهم تخش مساحب هو ده اخذ يا عم فقر ايه بس؟ الموضوع مش موضوع فلوس سيبك مالفلوس بس مخنون شوية وعايز اشرب ايه حاجة غير اللي احنا بنشربه ده اتخنات عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده تعبان مش مبسود معا جينا بس يا عم ماجد انا نصحتك وقلت لعليه وخلاص بلاش البتعة ده؟ انت بقى يا عم عايز تحمل كده مع نفسك استنى استنى بقى الدولي كده سلم عليا حبيبي عم العالم طب سابهم ايه؟ اه تمام بقى زي ما قلتلك عافتش هنزل حاجة طب من بقى القراريس والحاجة اللي اتفقنا عليها ها كيش طب محل ماشي ماشي؟ يلا سلام سلام يا برينز طب اقولك يا جماعة مش هتيجي عندي الفرح بقى اتغني علا ياسمينة؟ ياسمينة يا عم اسمي عميني بس اسمي عميني بس اخوك ما انا عارف انك اخوة تكل عميني بس زميلة ماشي ايه؟ انا اللي جاي بالحاجة لحاجة لحاجة شريف باشا يعني الاندول هباني يعني الشرط والشعب في خدمة الوطن يعني قدمت زابط ما بحث في جمهورية مصدره يا عمان ايه عمان انت جايت نقط في فرح يا سعدت الباشا شفتك فرح والله العظيم الكلام ده من قلبي منفخ يا باشا بصراحة كده انا جايل سعدتك عشان اعرف اي خبر جديد عن عصابت الستة ملي يا صابت يا اخوة يا عصابت الستة ملي جريع مات مش انا اللي قيل لك الخبر بنفسي قيل لك ان في عصابة بتزيب وراها طلقة عيارة تسعة ملي قال ابتالي ستة ملي هتضحك العرماية علينا يا اخي عمان هبقول لك هالخبار حلوة ان شاء الله رأي يا سعدت الباشا انا بعتزل عن الخطأ المطبع ده يا باشا بس ان شاء الله اتصحح بس بصراحة باشا انا مستغرب العصابة ده قوي دول مستبيعين يا باشا يسرقوا شخص واحد مرتين ورا بعض وما الحرماية بقاش عندهم اخلاق الحرماية اتجننوا اتجننوا طب تخيل يا باشا بقى لو نفس العصابة دي سرقت نفس الراجل للمرة التالتة والله يا باشا ساعتها هيدخول موسوعة جينز لارقام القياسية حيسمع من بقىك ربنا حيوفر علينا بالطريقة دي مشوار طويل او يا عماد بالذاته ان الراجل اتحت عنينا كويس او اليومين دول بس انا ليه يا باشا يعني شايف في عانيك كده اخبار ومخبيها العندة حبيبك نعم يا عماد بقيت طويلة اليومين دول يا باشا من كتر وحب فيك من كتر وحب فيك بفهمك من عليك صدقني باشاك شكلك كده مسكت خط جديد في القضية صح؟ قراب جدا ان شاء الله حولك على كل حاجة نخليك بقي في معلوماتك حبيبي مشتابك تعبني كتير ريابك ارحمني من عذابك ليه الاسوأ ليه ايام عدت عليها والدنيا ضايت عليها ارحمني وحس بيها ليه الاسوأ ليه ايه يا ناجلة مش ده اللي احنا اتفقنا عليه مش فاهمه احنا اتفقنا على الحاجة فيها اقاع فيها حركة فيها موسيقى تشتغل في ديسكو تعلق مع الناس يترئيس عليها دي غنيها في ايه؟ يا هاسمينة انتي انتي مطربة انتي صوتك حلو انتي تغني انا ملحن انا هحس الكلام اكتر منك وانا عارب ايه الفورمل اللي ناسبك كويس اه طيب يا ملحن ما عليش انا بعتذلك جدا احنا هنعيد اللحن من تاني لا انا نعيد اللحن من تاني يعني ايه يا هاسمينة احنا شغلينا على اللحن ده بقى لنا حوالي شهر وبعدين انا مع رأي ينادي الاسطاير ده هو المناسب ليك يا هاسم ما احترامي ليك انت وهو انا اللي حدد ايه اللي ينفع وإيه ما ينفعنيش وانا بقى مش عيد اللحن يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا هاسم؟ بصراحة يا اسمينة انا مش شايف ايه مشكلة في اللحن وبعدين تصدقيني التعدلات اللي انت عايزيها دي لو في مصلحة الاغنية انا اول واحد بتحطله بالتعدلات اوه بعتذلكم جدا طريقة الشغل دي بقى ما تناسبنيش وانا طريقة الشغل دي ما تناسبنيش تصاموا عليكم هيستعمل تشايف الطريقة؟ ناسف انا كمان مفتراش لا ده انتو متفقين علي يا بانتو لاتنين يلا استاهي اجيب غيركم بتعرف لو البيت اللي قلنا عليه الباشا هتلع في حتة إلا مش هقعد فيه أبد فيه يا زينة وحنا هنعدل على الباشا ولا ايه اللي حيقولنا عليه هنعمله احنا عبد المأمور هو راجل اتأخر لي كده دي ما انا على وصوله اهو وصل اهو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل انا جان من طرف الباشا بخصوص البيت بتاع اكتوبر اكتوبر؟ فين اكتوبر دي؟ دي اختي وشركتي هي بس عايزة تطمن ان المكان اللي حنسكم فيه في منطقة عمار مش هون البيت في منطقة جديدة سحرة يعني هنسكم في السحرة يا طلبة؟ جرية زينة يا بيت اكتوبر دي بقت منطقة البشوات سنتينه هتبقى احسن من زمالك يا خيه بقى لا زمالك بقى لا ترسانة بقى انا قلت اللي عنده وخلاص يعني هتيجي تتفرجوا ولا اقول للباشا الناس فاكست يا عم لا فاكست ولا ماكست احنا جايين ان شاء الله وشاريين الله ما تليميها شوية زينة خلاص يا خيه ما اشوف اخرتها معاك تكلم اللي وتطلعت عشان يجي معاك عناية تشرب يا عمنا الله ده كوشاني بحلواني موديش ده حوم الزيادة عكس الزيادة خصك علوة خصني يا كبير هيا شكرا شفطتك خصيدت خصيدت الشغلة كله اه تمام ده ايه ده بقى اه ده وارد زيادة ده وارد من الروز قد بتاعنا ده بتاعك وانت وده زميل علبيتك مش عايز اطلعط ماليش نفس مش عايز براحطة اللي بيأكل على درسه ينفع نفسه مالك يا لول فيك ايه سيبك ملو سيبك نصدينه هو محبيك يا كده مالك يا بني فيه ايه عايزه يوز بلبن شكالك اللي اسمه فوقت ده جوزومك مال بيحبش الكلمة ديه يا ابني مالك فيه ايه ما هو اي حد في الدنيا بيتجوزومك بتقولي يا جوزومك انا ما بحضرش دولك اطلعت الله فيه يا لول مالك يا معلم انا يعني شايفك متدايق قلت رواقك كده اوفوكك بكلمتين مالك يا بني لازم اتقمنه لازم ارطل كل اللي عمله فيه انا كده بتقيتها فهم الليلة الليلة فيها شغل لأكشن اه لا بص بقى حبي انتا وهي انا اليومين دول مينفعليش شغل لأفلام الكارتون دي انا عندي فرح وعندي معزيم وعندي ليلة وعندي نقطة انا الي بخليني بقولي الكلام دا انا اصلا الي مقاعدني معاكو اصلا انا خلعوه تسمى بس يا طلعت ايه دا كده شوالي لما نشوف موضوع له اي هقولي بس يا لول انت بتفكر في ايه الحاجة الوحيدة اللي تكسر قلبه ان احرق كل الملفات اللي عنده في المكتب كل القضايا بتاعته لازم احرقها فكرة بس دا يحصل انت وازاي يحصل دلوقتي وازاي دي بتاعتها كلنا الله لو اي انت بتتكلم بجهد لما ليه يعني بهزر عايز تيجم على مكتبه ولو مش هتجوا معايا هروح لوحدي بتتكلم بجد فعلي لابوس بقى لولو انت مش لوحدك في ظروف وحشة احنا كلنا في ظروف وحشة وما ينفعش تاخد كرار لوحدك في موضوع زي دا هنخسر يا سلام ولما جينا اجيط يطلب مساعدتنا كلنا عملنا ايه؟ مش وقفنا جابه في موضوع ياسمين؟ جاهت على انا يعني ممكن تهدى شوية لو ايه؟ اهدى احنا لا يمكن نتخلى عمك يعني قول لي بس ايه اللي في دماعك واحنا هننفذ على طول بس انت تهدى موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا 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 ايه ايضا 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 ايضا